ألفان ومئتي دجاجة معدة للاستهلاك يتكبد خسارتها هذا شاب الفلاح في لمح البصر بمنطقة شمال ستيف دائرة بقاعة بعد انسداد مجرى الوادي بالأوحال والسخور مما أدى إلى تحول مسار السيل إلى مرآب تربية الدواج نتيجة الأمطار الغزيرة المتساقطة مؤخرا خلت علينا الحملة منها أنا عندي مدومي الطروة وأنا دير قارج هنا ما يصر أولو المرة هذه عندنا الشعب هنا مفوق مغلوقة غلقتها الحملة جاءت من ثم دخلت عليها دات لي ألفين ومئتي طير جاجة باقاء هذا الفلاح وجها لوجه أمام طامة الخسارة لوحده جعلت قناعاته في سلطات المعنية تهتز ويبدر غضبه على كل صاحب ربطة عنق اليوم الفوق اليوم يصاب بوطي فيه سواء في السلطات المحلية ولا الولائية ولا معلبنش فلاح صح لازم تجي تلبس البوط وروح شوف الفلاح أروح لها وشوف وشوف واشتراه يدير ومن جهة سلطات المحلية التي تحمل مسؤولية ما يحصل إلى كل فلاح لا يتقيد بشروط سلامة استثماره ويجعل مستقبله مرهونا على قطرة ماء تهدد مصيره نوجه نداء إلى كل المواطنين سواء للمواطنين اللي يبنيوا البيوت تحم أو الفلاحين اللي يبنيوا منشآت خاصة بالتربية أنهم يتفادوا الأماكن المعرضة للفيضانة أمام هذه المشاهد الصادمة التي يهتز لها الفؤاد وتبقي الفلاح الجزائري خارج دائرة التأمينات التي يتغنى بها بعض الإداريين في كل محطة يبقى الغوص إلى عمق معاناة الفلاح أكثر من ضرورة ترجمة نانسي قنقر